لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع ان يصل تأثر العراق بالازمة الاقتصادية العالمية الى الدرجة التي وصل اليها في وقتنا الراهن وثقة بمتانة الوضع المالي كانت متأتية من تصاعد مستويات تصدير النفط الخام وانتهاء العمليات العسكرية وتحرير جميع المناطق من احتلال تنظيم داعش الارهابي ازمة كورونا كشفت من دون قصد او تخطيط عن هشاشة الوضع المالي واشرت تدهورا مخيفا يمكن ان يستفحل في الاشهر المقبلة المتخصصون بالمجال الاقتصادي يؤكدون ان تراجع اسعار النفط الى مستويات قياسية لم يكن العامل الاول او الوحيد في الازمة الاخيرة فالمشكلة تبدو اعمق واخطر من ذلك الاعتماد على النفط كمصدر يكاد بنسبة كبيرة ان يكون الوحيد في الواردات خلل لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تجاوزه او ايجاد حلول له عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي الافة الاكبر التي نخرت جسد الاقتصاد هي الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة بشكل اصبحت فيه نسب كبيرة من مبالغ الموازنة تضيع بطريقة غامضة وبابواب صرف لا تعرف فائدتها برعاية حيتان فساد تخفي معالم الجريمة الخلل المرافق لكل ذلك هو صرف معظم موارد الدولة في موازنات تشغيلية ورواتب للعاملين في ظل نظام اداري مترهل واعداد للموظفين لا تتناسب مع عدد السكان اضافة الى اهمال قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وجذب رؤوس الاموال الى البلاد وضمور دور القطاع الخاص تفاقم الازمة مؤخرا ولد مخاوف شعبية لا يستهان بها بعد ان بدأ الموظف والمتقاعد يستشعر الخطر على مصدر دخله الوحيد وعلى الرغم من تدارك الحكومة لخطأ لاستقطاع من رواتب تلك الشرائح وتعهدها باعادة ما تم استقطاعه الا ان المخاوف لا تزال قائمة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شرعت مع بداية عملها بمعالجات يمكن ان تضع الاقتصاد على مساره الصحيح بدأت بقرارات استهدفت الفساد المعرقل الاكبر لعجلة النمو الاقتصادي مع توقعات بان تكون الخطوات التالية متعلقة بالاستراتيجيات على المدين المتوسط والبعيد لانقاذ ما يمكن انقاذه في بلد كثير الخيرات والموارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر